جرت اليوم بمركز المنثقة في عمال الورشة الخاصة بانطلاقات مشروع دعم التدخل القضائي والعون القانوني الورشة جاءت بموادرة من برنامج دعم العدالة في الشات وبدعم من الاتحاد الأوروبي وقد رأس افتتاع عمال هذا البرنامج والورشة الأمين العام لإزارة العدل وحقوق الإنسان بحدث تحسين السلك القضائي وتقوية الآلة القضائية إلى عالي المستويات جاءت هذه الورشة لانطلاق مشروع دعم التدخل القضائي والعون القانوني وهي ورشة جاءت بمبادرة من برنامج دعم العدالة في الشات وتوميل من الاتحاد الأوروبي هذا وقد تحدث منسق مشروع دعم العدالة في الشات عيسى توم أوضحا أهمية الورشة التي تسمح بتكوين إطار مؤسس مستقل لتحسين القضاء وجعله ذات نوعية أكثر مهنية كما أن السلك القضائي ونظمه من الوسائل التي تساعد على اهترام القوانين المعمول بها محليا ودوليا ممثل الاتحاد الأوروبي جرجو وايت كوم قال إن المشروع ذات أهمية كبرى في إنجاه وتحسين سير العملية القضائية حتى يكون قادرا على استيعاب كل التحديات الجديدة شاكرا السلطات الجادية على تعاونهم الحيوي من أجل تقوية الأدالة بدور العمين العام بوزارة الأدل جيماجينباي كاتينغار حيث سمن جهود الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لمساندة مشروع الأدالة وأكد بقوله إن الحكومة تسعى دوما نحو تحسين أوضاع السلك القضائي وهذا مما يعزز الأمن والاستقرار في ظل الحياة الديمقراطية الشابة يذكر إن ورشد مشروع انطلاقة قانون دعم التدخل القضائي والأون القانوني تستمر لمدة يوم ترجمة نانسي قنقر